ضمن خطة وزارة الانتاج الحربي لاستغلال فائد الطاقات الانتاجية لشركتها لمشاركتها مع أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا بتصنيع أجهزة ومعدات بتساعد على الحد من انتشار الفيروس قامت الوزارة بتكليف عدد من المصانع التابع لها بتنفيذ 1298 كابين التعقيم تم الانتهاء منها في 15 يوم فقط وده لاستخدامها في خط التأمين طلاب السنوية العامة قامت الوزارة التربية والتعليم بتوزيع الكابين على 11 محافظة مختلفة ووضحت الوزارة في بيانها أنه فيه فرق فنية موجودة في المواقع دي لمتابعة أي عطل والتعامل معه على الفور